موسيقى اللجان المضوعاتية فيما يخص الحوار الاجتماعي مع الحكومة وأرباب العمال والحركة النقابية مازالت تشتغل في شكل ثلاث لجان اللولة وهي لجنة الأجور وتحسين الدخل ثم الثانية لجنة القطاع العام ثم لجنة القطاع الخاص بالطبع اللجان بتلاتة نوليها في الاتحاد المغربي للشغل عناية خاصة ولكن بالخصوص لجنة الأجور وتحسين الدخل نظرا لأن القدرة الشرائية لعموم المأجورين تأكلت من جراء الزيادات المتتالية في الأسعار ثم لا ننسى أن طيلة الولاية سيد بن كيران كرئيس الحكومة لم تتم أي زيادة في الأجور ولا في التعويضات وكما تعلمون الآن يوجد هناك حيف كبير للحكومة الفارطة ثم الحكومة الحالية مستمرة فيه أولا هزالت التعويضات العائلية وهي ميتين درهم عن كل طفل وكل شهر ولكن الميز أو التمييز الكبير وهو ميتين درهم كالتعطة شهريا غير ثلاثة للأطفال الأولين بل الرابع أو الخامس إذا كان عند المأجور مكت قضاء إلا 36 درهم وهذا من تمييز بين الأطفال داخل نفس الأسرة نحن كاتحاد ماريبيليشور نطالب برفع هذه التعويضات إلى 400 درهم عن كل طفل وعن كل شهر وبدون ميز أو تمييز بين الأطفال هذا القانون للتذكير أن حق الإضراب حق دستوري منذ أول دستور للمملكة في عام 1962 نص صراحة على أن قانون الإضراب يبقى وأشدد على كلمتي يبقى مضمون وهكذا كل الدساطير التي عرفها المغرب أقرت بهذا الحق الطبيعي هذا الحق الإنساني ألا وهو حق الاحتجاج وللتذكير حق الإضراب في المغرب لم يكن من أوهيب من أحد بل انتزعته الحركة النقابية والاتحاد المغربي للشغل إبانا الاستعمار بأرواحها ودمائها وحرياتها وكان الشعلة في انطلاق معركة التحرير الوطنية بتلك الإضرابات الرائعة في سنوات الخمسينات فأتت حكومة بن كيران وفي سرية تم وبدون أدنى اشتشارة مع الحركة النقابية وصاغت ما سمته مشروع قانون للتذكير حتى دستور 2011 أقر بأن حق الإضراب مضمون وأن قانون مضيمي سيحدد شروط الممارسة فالحكومة أقدمت ما لم تقدم عليه أي حكومة في تاريخ المغرب وهذه نقطة سوداء في جبين هذه الحكومة وفي تاريخها السياسي تخيلوا أن قانون يهم بالدرجة الأولى الحركة النقابية لم نستشار لم يتم حتى إشعارنا بمحتوى هذا القانون التنضيبي حتى التقينا بسيد رئيس الحكومة سعد الدين العتماني وحتجينا بصرامة على هذه المنعجية فمن بعد ما حطت هذا المشروع دي القانون التنظيمي في الإضراب 11 شهر بعتت لنا بنسخة قصد الإشعار يوم 8 يناير 2018 وعادي تبين مدى الطريقة التي لا أريد أن أصنفها للحكومة كيف تعاملت مع مشروع يعد من أكبر القوانين في البلاد حينما تصفحنا هذا القانون التنظيمي للإضراب فهو قانون هو قانون بمثابة قانون جنائي للممتلين النقابيين وللعمال بمختلف المقتضيات ديالو قانون زيادة على تجريم هذا الحق الطبيعي والحق الدستوري فبأساليب ملتوية وتدليسية يجعله ممارسة حق إنساني يمارس ترجمة نانسي قنقر